موسيقى مشاهدين أهلا بكم أكد مشاركون في ممتدى ميديز بطنجة أن مكافحة ظواهر الانفصالية والإرهاب والتداخلات في القارة الإفريقية تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وشدد المشاركون في الجلسة التي عقدت حول موضوع الانفصالية والإرهاب والتداخل وعدم الاستقرار السياسي في إفريقيا الخروج من هذا الترابط الرهيب شددوا على أن الاستثمار في الأوراش الرامية للنهوض بالشباب والديمقراطية وسيادة القانون وفي الإصلاحات السوسيو اقتصادية ذات التأثير القوي تعد السبلة الكفيلة بالتصدي لهذه التحديات المعقدة التي تعاني منها القارة نناقش مشاهدين هذا الموضوع مع ضيفنا الباحث في العلوم السياسية الأستاذ عبد الحاكم قرمان أهلا وسهلا بك أستاذ أهلنا أستاذ فاطم زهراء وتحيالي كل طاقم أستاذ المتابعين أهلا وسهلا إذن ظواهر الانفصالية والإرهاب والتدخلات في القارة الإفريقية لعلها من أبرز التحديات التي تواجه اليوم القارة الإفريقية في اعتقادكم ما طبيعة الأزمات التي تعيق اليوم التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية طيب هنا شقين من سؤالي لكم ما هو الشق الأول يتعلق بالواقع الموجود الآن الواقع الموجود الآن وهو أن القارة الإفريقية طبعا كانت في قارات أخرى ولكن في إفريقيا بالخصوص كانت تهيرة بشكل كبير طبعا صباحات كانت طرح تحديات أمنية تحديات جيوسياسية في العلاقات ما بين الدول وخاصة النزاعات عن الحدود وكذا وصبحت كتهدد أيضا حتى بعض اللي أريد أن نقولوا التوابط والمرتكزات التقافية والقيمية ديال بعض البلدان في إفريقيا خاصة مع دخول بعض الحركات الخارجية اللي عندها واحد البعد ديني وطبع إرهابي عندها واحدة المتدادات خارج الدول الشق الثاني من السؤال هو القضية ديال شنو هما يلا بغنين نقولوا الأسباب أو الأشياء اللي حفزت وسهلت انتشار هالدواهر الانفصالية والإرهابية طبعا كما جاء في النقاش أو في المدولات اللي عرفها منتدى من ديز كان تم وضع الأصبوع على عدد من المشاكل اللي خص الدول تضافر الجهود في مبيناتها وخص الدول الساحل وغرب إفريقيا اللي احنا قرابين منه تخص الحكومات تضافر وتعملوا واحدة سياسات جديدة فيما يتعلق أولا بتتبيت مفاهيم أو ممارسات الفضلة للأساليب الديمقراطية والإشراكية الواحدة العدد للفئات باش ميكونش حركات انفصالية ثم كذلك الاهتمام بالفئات الناشئة وعلى رأسها الشباب الشباب اللي تيكون في عرض التطرف والإرهاب لأنه ما تلقاش منافية تدعفق عليه في العمال في التعليم في التكوين في الاندماج وحد العدد للأشياء إذن تخص أيضا مبادرات عاجلة من الدول باش يلقاه وهذا الحل وهناك الجانب الأمني وهو هذا الرهان الأكبر الجانب الأمني طبعا القدرات غير متكافئة لها الدول التي تتعاني من هذه الضائرة والمغربة هو تعيش على حدود أو على مرمى حجر من هذه الضائرة المستفحلة في جنوب الصحراء وغرب إفريقيا إذن الجانب الأمني يصبح هو المدخل ولكن يتواكب واحد لعدد الإجراءات اقتصادية ديمقراطية تنموية تكوينية ودينية وهنا يمكن المغرب يكون واحدنا مداج نعم نتحدث عن مقاربة المغرب طبعا في مكافحة ظاهرات الإرهاب طيب اليوم نتحدث عن ظاهر انفصالية نتحدث عن التطرف نتحدث عن الإرهاب نتحدث في المقابل كذلك عن الاستقرار عن التنمية في القارة الإفريقية إلى آخر هناك مصطلحات كثيرة كيف نفهم كل هذه الترابطات والتداخلات بين هذه المفاهيم والمصطلحات طيب بالإضافة إلى ما تفضلت به من حيث أن هذه المفاهيم لصبحت رائجة أو جاربها العمل في الرجيستر السياسي وفي العلاقات الدولية الآن بشكل قوي ولكن إلا رجعنا شوية الوراء سيقوم بأن الاتحاد الإفريقي باعتباره التنظيم الذي يضم مجمل الدول القارة كان وضعه واحد للبرنامج ديال ما سميه أو خطة رفاه إفريقيا واللي بدأ الحقبة الأولى منها الشق الأول من 2013 إلى 2023 والسنة هذه بالضبط كان الاحتفاء بالشق الثاني في صلب هذا المشروع الكبير ديالنصف قرن إفريقيا تحولات اللي غير توقع كان كل الدول تقريبا ديالتحاس شعروا بأن من تحديات الكبرى لخص هذا البرنامج وهذا الخطة ديال رفاه إفريقيا من 2013 إلى 1963 تيخص يكون في صلبها الشباب كمحور أساسي تنميته تعليمه وتكوينه تأطيره إدماجه خلق جسور ديال تعاون وتعارب بين هالدول نشر القيم يعني يعطاء الفرصة لواحد العدد ديال المكونات أيضا اجتماعية أو أقليات ثقافية ربما تعاني من بعض البلدان لتتأدي في نهاية المطاف الانفصال يعني مشكي سياسي ثم أيضا القضية ديال التعاون وتبادل الخبرات كيف قلتي هناك دول اللي عندها إمكانيات بحالة المغرب تنتكلموا على دولة مستقرة آمنة عندها دور إقليمي وازن في ناحية ضبط الأمني وضبط ديال التعاون لا مستوى جنوب جنوب ولا على مستوى الشمال مع الاتحاد الأوروبي والمغرية بصبح مرجع لأن إعلان اللي وقع في ديال المراكش من سبال الهجرة كان أيضا صلبه هاد العملية ديال جنوب الأمنية والتعاون وتبادل الخبرات لاحظي بأن هناك واحد من نسق من المبادرات ومن الهيئات الإقليمية والقارية اللي تتشتغل على نفس المحور فقط من مداخل ومن رؤى متعددة بخصوص المغرب تجربة ومقاربة المغرب فيما يخص مكافحة الإرهاب تحظى دائما بإشادة دولية أنتم أستاذ قرمان كيف تقيمون هذه المقاربة وكذلك لنتحدث عن أهم سمة هذه المقاربة التي توصف بأنها متعددة الأبعاد طبعا إذن هنا تلخصوا هذا الشيء اللي قلناه وتنقولوا بأن علش المغرب عندها واحد قصب سبق لأن شعرت بمخاطر ديال هاد دواهر يعني مبكرا منذ عقود المغربتين به لا دول جوار ولا المنتظم الدولي ولا المنظمة الأمم المتحدة على المخاطر للحركات الإرهابية اللي عندها علاقة وطيضة مع الانفصال وإحنا طبعا تنعرفوا الجماعة دي البوليزاريو الآن يصبح واضح أنها تطلق الأوامير والدعم العسكري من إيران ومن دول يعني شوش حال من قارة تيوصلوا لهنا بمعنى التصور المغرب كان استشرافي وسابق ولذلك لما تطرح أو لما تطرح المقاربة دياله لا في إطار الهجرة ولا في إطار التعاون ولا في إطار تبدو الخبر والإطار التنمية تطرح ربما واحد ثلاثة أو أربعاد الأبعاد واضحة وشتغل عليهم وبرز فيهم الجانب الأمني كيف تكلمنا المغرب منذ سنوات هو تيخدم على الجانب ديال تقديم الخبرات تقديم الدعم للدول الشقيقة واللي في الجوار دول بحال موريطانيا بحال تشاد الآن بحال نيجر بحال بوركينا فاصول المغرب تيتعاون وتيقدم الخبرات اللازمة أيضا ما حي تكوين بعض الأطور الأمنية والعسكرية تيتكونوا في المغرب كذلك بالنسبة المغرب الجانب الروحي والديني والتقافي اشتغل عليها في العمق منذ سنين طاولة كوين المرشدات والمكوينين والعلماء والفقهاء في إطار ما يسمى بالدين الإسلامي المعتدل في مجموع دول إفريقية أيضا نفتح الباب على مستوى الهجرة إلى هجرة يعني إنسانية ما أعطاهش البعد الأمنية الرادع بالنسبة للهجرة التي تتجم دول الجنوب بالنسبة للمغرب عبورا لأوروبا أو للاستقرار في المغرب وخلق ما يسمى بل المعالجة الإنسانية المندمجة للهجرة أيضا أعطى البطاقات وتسوية الوتائق بالنسبة للمهاجرين تيجوا من هذه البلدان التي فيها الحروب والنزاعات يعني واحدة المجموعة للأبعاد سياسية اقتصادية تقافية دينية وديبلوماسية لأن المغرب يعني تتحرك بواحد شكل راقي وهادئ ولكن فاعل وفعال وشفنا ثلاثة أو أوربعات المبادرات ذكرت لك الإعلان للهجرة ذكرت لك القضية ديال الخطة ديالرفاء إفريقيا ذكروا مثلا القضية ديال المنتدى ديالدول غرب الموحيط الأطلاسي اللي اعلن عليها جاتل ميك في الخطاب الأخير وعدد من المبادرات الأخرى اللي رحى في إطار التنفيذ بالنسبة لديبلوماسية الموحيط نعم طيب على المستوى الاقتصادي والسياسي هذه الظواهر ظواهر الانفصالية والإرهاب والتطرف كيف تؤثر على اقتصادات الدول الإفريقية وكذلك على الاستقرار السياسي بهذه الدول طبعا عندها تأثيرات مباشرة واضحة يعني عندها تأثيرات اللي ربما يمكن نسجلها على المدى المنظور والبعيد المستوى المباشر أولا تعيق تبادل طبيعي للتحرك الناس والبضائع والتواصل التقافي والديني بين البلدان اللي هي في الجوار تعرفوا ذكرنا مثلا دول جنوب الصحراء والساحل للمغرب ربما جزء من هذه المنظومة الإقليمية وحد العدد الدول تتعاني يعني الأمرين على مستوى الحدود وعلى مستوى التبادل من ناحية الأمنية بسبب وجود هذه التنظيمات الإرهابية اللي تتهدد الأمن والاستقرار في هذه المناطق التهديد أيضا على مستوى العلاقات السليمة ناحية الدبلوماسية باش تكون علاقات ديال الاندماج علاقة ديالتكتولات تعرقلها لأن شفنا مثلا غير القضية ديال جنوب دول غرب الصحراء جنوب غرب الصحراء وشفنا الأدوار اللي تتقوم بها مع الدول الأخرى في المنطقة لإفشال كل عمليات الحلول والتقارب باش يوقعوا حد الاندماج الاقتصادي وتوعد شفنا أيضا من يسلحوا هذه التنظيمات وهذه العصابات باش يمكن يربح منها سياسيا وجيوس سياسيا في المنطقة يعني تيوضفها باش يضغط على دول باش ينتزع منها مكاسيب باش يخلق واحد التمييز في المنطقة شفنا أيضا دخول قوى أجنبية ودول خاطر جدا هو أن دول قوى أجنبية كوبرا وقدرنا على إيران وقدرنا على واحد العدد ديال التنظيمات اللي صبحات هي وروسيا وكذا صبحوتي يدخلوا أيضا في هذا المعترك باش يشجعوا بعض التنظيمات على حساب تنظيمات أخرى أو حساب دول وتيخلقوا واحد نعمل بالبلغ للابتزاز والاستغلال التراوات ديال هذه المنطقة نعم طيب ما الحل كيف يمكن التعامل اليوم مع هذه التهديدات في اعتقادكم وكيف يمكن تعزيز قدرات الدول الإفريقية لمواجهة ومجابهة مثل هذه التهديدات الأمنية طيب إذن الحل شق من الحل أو من الحلول ورد في المدخلات ديال وزراء الخارجية ديال بوركينا فاسو ديال اتشاد مثالين وماليف هاد المنتدات ديال مدعيز واللي عبره فيه بصراحة أنه قالوا حان الوقت باش هالدول ديال هاد المنطقة توحد تعمل سياسات ديال تنسيق بيناتها المستوى الأمنين المستوى الاقتصادين المستوى الدبلوماسي المستوى التقافي باش يمكن يواجهوا جميعا تطور الهائل لهذه الجماعات الإرهابية والانفصالية اللي يصبح حتى تتهددهم كلهم في المنطقة إذن هذا الحلول هو العمل في إطار الوحدة في إطار سياسة ومقاربة متعددة الأطراف لكنها موحدة الأهداف والخصوم المقاربة الثانية هي منسبة لبلادنا المغرب المغرب تيخصوا يواصل في المسار اللي قطعوا لي أنه وصبح رائد الحمد لله لم ناحية الأمنية يعني عنده إمكانيات وخبرة ولكن تيخصوا يوسع الشركاء دياله ربما هاد المنتدى ديال الأطلاسي اللي المغرب دخل فيه وكما ترحجات الملك يصبح مصار أو محطة أو منصة للاقتصاد ولكن للعلاقات الإنسانية والتعاون يمكن أن يصبحوا أحد القوة في إفريقيا ناموذجية يمكن أن يتواجه هذه الحركات وهذه التنظيمات الانفصالية والإرابية نعم الباحث في العلوم السياسية الأستاذ عبد الحكيم قرمان شكرا جزيلا لكم على كل هذه شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء